السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا معكم مرة أخرى في فيديو جديد ودائما رانا مع يوميات فلاح وبما أنه رانا في غوشة أو شهر أوت رانا نزرع المزروعات التي تزرع في هذا الشهر اليوم راح نزرع الخس لهو الشلاطة وهذا البذور اللي استعملتها اليوم وهي خص الصيف أو الخص الذي يتحمل الحرارة لأنه ما زال الجو عندنا حر لذلك استعملت هذا الخص هنا عندي السريحة هذه قمت بحارثها أو تقليبها وبعدين راح نحط لها السماد هنا عندي هذا السماد صناعي راح ننثر في الأرض وبعدين نقلب وتقليب خفيف وأنا مع التجارب نتاعي لزراعة الخص فضلت أني نزرع بهذا السماد الصناعي لأنه يعطي إنتاج أفضل أو أكثر من المزروع بالسماد العضوي وكذلك هذا السماد ما ينبتش لينا في الأرض الحشائش الضارة اللي تضيق على الخص وكذلك تمتص ليه المواد الغزائية اللي في التربة نواصل بتوزيع هذا السماد وهذا السماد هنا عندي مقدار كيلو والكيلو عندنا في الجزائر أو في الجنوب الجزائري يصل إلى 350 دينار جزائري كيلو واحد يصل إلى 350 دينار جزائري هنا بعد أنهيت من توزيع السماد رح نقلب هذا السماد في الأرض تقليب خفيف بحيث تدخل لنا البذور الخاص وتدفن نواصل بهذه الطريقة حتى نكمل هذا السريحة اللي رائعي عندي بذور خاص الصيف هنا عندي كمية 300 دينار جزائري رح تكون كافية لزراعة هذه السريحة في طن تحت قريبا 10 أمتار وفي العرض تحت متر ونصف رح نقوم بخلط هذه البذور في على الرمل حتى توزيع علينا توزيع جيد هنا عندي هذه السطلة أو الدلو قمت بوضع فيه القليل من الرمال المبللة ومن بعدين نحط عليه بذور الخاص لأن بذور الخاص رقيقة جدا ومن الصعب أنك تنثرها مباشرة لذلك نخلطها بالرمل كيف راكم تشاهدوا الآن من بعدين نقوم بنثرها أو توزيعها في الأرض نواصل بتوزيع البذور بهذه الطريقة حتى نكمل الكمية اللي راهي عندي هنا بعد لي أنهيت من نثر البذور في الأرض نقوم بدفن هذا البذور باستعمال الراتو ندفنها أو نمر عليها الراتو رح تدفن ونحاول في نفس الوقت تسوية السريحة حتى يدخل لنا الماء بشكل متوازن وتنبت لنا البذور نبات موحد نواصل بهذه الطريقة حتى نكمل هذه السريحة هنا بعد لي أنهيت من دفن البذور رح نحول ليها الماء هنا راني نرد الماء بالمجلب لأنه السقي هنا السقي أو الزراعة كلها زراعة تقليدية والسقي يكون بالغمر هنا رح نحول الماء وهو بسد هذا المدخل ورح يتحول الماء للسريحة الأخرى كيف راكم تشاهدوا الآن؟ ومن بعدين نقوم بتسوية دخول الماء للسريحة ودايما نكون حاضر حتى لا أحول البذور من مكان إلى مكان آخر عند استعمال الراطو في تسوية دخول الماء دائما نحاول ما نسحبش أطراب كلها حتى تبقى البذور في مكانها ما تنتقل أو تتجمع لنا في مكان واحد كيف راكم تشاهدوا الآن راح الماء يدخل من جهة واحدة لأنه أصبحت الجهة الأخرى مرتفعة قليلا راح نحاول نسحب الرمل بدون ما تسحبش معي البذور كلها نحاول نعدلها بهذا الشكل بشكل خفيف جدا نواصل بهذه الطريقة حتى نكمل السريحة اللي راهي عندي ولازم يكون فيها الماء موحد وعلى استواء واحد حتى تنبت لنا البذور في يوم واحد ويكون نباتها موحد نواصل بهذه الطريقة حتى نكمل هذه السريحة ترجمة نانسي قنقر 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 هنا انهيت من تسوية دخول الماء. قفركم تشاهدوا فيها الماء على استواء واحد. لازم يكون بهذا الشكل. وطبعا راح نرشو هاد المكان بالمبيد يوم بعد يوم حتى نقضع على الحشرات التي تأكل هاد المزرعات الحديثة النمو. ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو. تستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.